بعرف أخس والحرق عندي ضعيف جداً عملت تحاليل غدد وطلعت كويسة وكانت بتاخد دواء منع الحمل عمل لها احتباس في السوائل في الجسم فدي ممكن يبقى حلائي الناس اللي ما بتعرفش تخس وبتقول لنا عندي نسبة الحرق الدهون بسيطة وضعيفة تاخدي رأيي في كلمة واحدة يا رب أكون أمين في كلمة واحدة في إنسان ملتزم بكل المشاكل اللي عنده عنده حرق ضعيف سنه قبيرة في السن ما تتحركش ما تتحركش يعمل خطوتين على بعض عندها بعض الأمراض وعرض الدنيا كلها بتخس لو التأسند هي كلمة اللي اتحطتها مليون خط الالتزام الناجح بالضعيف اللي يخلي الشخص عنده بالتحديد فكرة الحرق ضعيفة أو ما بيحرقش يعني يا سوق الضعيف اللي بيعمله معايا أو توجيه ما كانش صح ما هو بص المنظومة أنا مش عارف أقول إيه وكلان بقوله كتير هي بتبقى منظومة نكحة بين مدار الشاطر وطالب شاطر لو المدار الشاطر شرح المنحك كويس جدا يا لانيا وفاهم الطالب اللي بين السطور إزاي اللي انت حين بيجي في إيه والطالب استوعب الدرس كويس جدا هيخص كويس جدا وهيجيب نتائج فوق الوصف نغم من الاعتقاد الوهمي إن الجسم ما بيحرقش ما بيجيبش نتيجة ومجرد كل ده كاترت مصر وما فيش أي لها ما فيش كلام ده خاص وفيه الناس يقولك أنا كنت قات فترة بخص لكن بعد كده ما بيجيش أخصه ولا يفرع عندي كلام أنا والله أنا العيان يقعد يشرح لساعة أقوله والله ما حيفرع عندي إيه تسمع كليم حنشفك بس تسمع كلام أي معايا وكل خبرة ما هو إسكان بيخصه على رجيم ترزيم 50 كيلو وبنشوفه مش في العياد ما بيلك بقى لو جي العيادة باعرف أي يعني حزباطه حزباطه معايا يجب لك حالات يعني فوق سبعين سنة خاسين بالص فقط لو افترضنا إن الحرق اللي قد يمphrغني حى الجسم ما ليستقبلش الضيت هي بقى الحبرةahi بديله التعلمات اللي أرفع بها معدل إيه الحرك إن جسم يستقبل الضيت إنه نزل من الدول من الصلاة ان الجلد ما يتراهلش انه محصلش مضعفات انه مايرجعش ايه تاني اللي خلسه متالي هو ده اللي ده عايزه طبعا هو العيان اللي قدامي عايزه طبعا بس من خلال المنظومة اللي متجربة 22 سنة ازايا واجهه صح اه وانه هو يلتزم ويمشي بيرافو عليك يبع علي انا حسن التوجيه وهو حسن الايه الالتزام برافو عليك هل في مشكلة في الكلام؟ لا طبعا عداني لايك